اهلا بحراركم حلقة جديدة من رقم عشرة وعشر ايام ونروح لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم مش قادر استنى واكيد حضراتكم مش قادرين تستنوا قلق وتوتر وتفاؤل وحماس وان شاء الله باذن الله باذن الله امل كبير في ربنا اولا في الجهاز الفني واللعبين ان احنا باذن الله نوصل كأس العالم للمرة التانية على التوالي مصر الاول مرة باذن الله توصل لكأس العالم لمرتين متتاليتين ان شاء الله ده يحصل يحصل واحنا هديين ويحصل واحنا فرحانين يحصل واحنا منسمع اجاني وطنية كده تحفزنا وتحمسنا ما نستناش نسمعها او نشوفها الا وقت المباريات او وقت الانجاز لأ طول الوقت كده ايه دوروا على حاجات تطلع فيكم روح الوطنية كده تخليكم عايشين الاجواء تخليكم متحمسين تخليكم متراكبين انسوا بقى انسوا بقى زمالك وتجديد اللاعبين الاهلي ومشواره في افراقيا وفي الدولة طبعا 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 الاتنين بالنسبة لنا عندها كبيرة ونحب نشوف الاهلي ان شاء الله في الدور اللي جاي الزمالك يهل حقلم اوضاعه الفترة اللي جاية ويحسن الاداء ويحسن النتائج بس دلوقتي مش عارفين نفكر غير في منتخم مصر مش هنعرف نفكر غير في منتخم مصر لازم ما نفكرش غير في منتخم مصر كلنا كلنا نفس الحماس كلنا نفس الروح مبارح بدأت تتصرب قائمة لمنتخم مصر لم تعلن رسميا حتى هذه اللحظة قائمة منتخم مصر لمبارتي السنغال في تصفية كأس العالم بس بدأ الناس كاملين قدت بقولكم مبارح هو ليه فلان ما دخلش هو ليه فلان برق قيمة هو هيلعب ازاي مين بكي مين ومين بكي شمال ومين في نص الملعب طب وليه ما خدش مهاجم مع مصطفى محمد غير مروان حمدي تم محمود علاء الفتاة اللي فات ده ده حتى الزمالك بينتقد مستوى نقول له أخطاء كلام كتير بيدور في الحكاية دي في حقيقة الأمر وهفضل أكرر وأنا هكرر رغم أننا ما بحبش أكرر بس هكرر عشان نقول ونسمى بعض نتبادل يعني مش هقول النصيحة بس نتبادل الأفكار يعني نتبادل الروح والحماس وحب البلد وحب منتخمنا الوطني ما ينفعش أبدا دلوقتي نتكلم على أي لاعب دخل أو خرج من المنتخب خالص حتى لو أنت شايف أن عندك حق مليار في المية معلش ضحي اليومين دول بأفكارك ضحي اليومين دول بأراءك شو بقول لك يعني أنت صح يا سيدي تمام صح يا صح مش إسقاط ولا ترياء اللي قدر الله صح ممكن تبقى صح جدا ممكن تقول إزاي ده ما يلعبش في المنتخب ممكن يكون عندك حق بس هو المؤكد المؤكد أن المدير الفني المنتخب مصر وجهازه المعاون هم اللي عندهم حق أكتر مننا كلنا على أقل حد ما نخلص المباراتين بعد ما تخلص المباراتين إن شاء الله بإذن الله نبقى في كاس العالم نقول بقى إيه لأ في كاس العالم بقى ما تشوف ده ولا ده خده معاك المنتخب نقول أرقنا لحد ما نوصل لكاس العالم وساعتها برضو هنقول إيه إن المدرب يختار اللي هو عايزه بس ما فيش مانع إن إحنا بقى إيه نقول أرقنا وإحنا عندنا مساحة زمنية من الوقت إن إحنا نقول أرقنا لحد ما نوصل لكاس العالم بس دلوقتي ما بقاش في وقت خالص الحكاية كلها مسندة فقط هفضل أقول الكلام ده كل يوم لحد ما العشرة يام دول يخلصوا ونوصل للمبارات الأولى قدام السنغال ما تفكرش أنا مش هنقش أي حد ولا هتكلم مع أي حد ليه مين ده تاخد وليه ده ما تتاخدش أنا وقد عادة على نفسي كده إن شاء الله مع ديوفنا في الأيام اللي جاية هنتكلم إزاي المنتخب يلعب إن شاء الله إزاي نقدر نكسب هناخد إيه من المبارات الكاهرة هناخد إيه من المبارات السنغال محتاجين طريقة اللعبة تبقى عاملة إزاي محتاجين التشكيلة تبقى عاملة إزاي التشكيلة اللي اختارها كالوس كيروش أو من القائمة اللي اختارها كالوس كيروش هو ده الكلام اللي ممكن ندردش فيه وبرضه بالمناسبة يعني في كل الأحوال هو اللي هيحط التشكيلة هو اللي هيختار طريقة اللعب بس ما فيش مشكلة إن إحنا ندردش في الحاجات دي زي ما العالم كله بيعمل ما فيش يعني دي مش تعمل مشكلة إحنا نتصور ونتوقع إنه الأحسن كده والأحسن كده والأحسن كده بس في موضوع اللعبين أنت تؤثر بشكل مباشر على أي لاعب لما بتقول ليه فلان دخل وليه فلان خرج وأقولوكم بصراحة أنا كام يوم اللي فات دول كنت قلقين على محمد صلاح ومحمد صلاح خلاص يقولون كله بالنهاردة قال إنه هيبقى جاهز بإذن الله لمباراة أرسنال يوم من الأربعاء غدا خلاص جاهز كانت عرض لإصابة وخرج من المباراة الماضية قدام برايتون وهيبقى موجود في المباراة قوي جدا قدام أرسنال غدا فخلاص تطمننا على صراحة فان شاء الله يبقى جاهز بس كنت بقولي نفسي هو يا كريم لو صلاح لقدر الله لقدر الله غاب عن المباراة الدنيا كده بازت المنتخب هيفك ما عندناش أهم لاعب وأهم عنصر في المنتخب فكده خلاص مش هنوصل كناس العالم لأ حتى لو لقدر الله كان غاب وان شاء الله يبقى موجود عشان هو الرقيزة الأساسية هو أكتر من 50% من المنتخب وان شاء الله يقدي بس ده مش معناه إنه صلاح لو مش موجود المنتخب هيتقصر تخيل بقى أنا بقولك الكلام ده على مين؟ على صلاح صلاح أحسن لعب في العالم فلما يبقى فيه أي لعب أنت متصور إنه لما هيغيب المنتخب هيتأثر تبقى غلطان ليه؟ إنه في الأصل إحنا داخلين المباراة دي بالقلب والحماس وطبعا بطريقة اللعب ومهارات اللعبين والكلام ده كله بس الأول بقلبنا وحماسنا اللي متعودين عليه نقطة القوة بتاعت منتخب مصر على مر التاريخ تلاعب أي منتخب مهما كان قوي مهما كان عنده عناصر مش طبيعية مهما كان عنده عناصر محترفة في أكبر دوريات العالم أنت بتخش معاك الورقة بتاعتك الورقة الكسبانة اللي هي لا أنا الحماس والروح عندي ما فيه زيهم هل الحماس والروح اللي بيكسبوا؟ في الأصل لا في الأصل لا يعني دي قاعدة خاطئة في الأصل لا عند كل المنتخبات قاعدة خاطئة أو عند كل الفرق قاعدة خاطئة بس عند منتخب مصر لا مجربينها مجربينها ونجحة على مر التاريخ فنلعب بيهم طيب عشان حماس والروح دول يبقوا موجودين عند اللاعبين والجهاز الفني محتاجين ايه محتاجين من احنا طول الوقت دعم ومسندة الى مالة نهاية الى مالة نهاية دعم ومسندة عشان ناخد السلاح ده او الكارت ده ونلعب به في مباراة السنغال لو هم معهمش الكارت ده واتكلمنا بس على امكانيات فنية وفردية في الملعب لا ممكن استنغال تتفوق عشان عندها عناصر موجودة فاكبر فرق العالم احنا عندنا حاجات عارفين احنا بنكسب بيها